اشتركوا في القناة وحب قبل ما ادخل في السؤال ان ارفع اسمعيات التهاني والتبريكات الى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين والتي نحن في البحرين نحتفل بهذه المناسبة سنويا دائما كانت افراحنا واحدة وحزاننا واحدة مع المملكة العربية السعودية ونؤكد على الدور المحوري البارز التي تلعبه المملكة العربية السعودية باعتبارها هي الحصن المنيع لدول الخليج والدول العربية والاسلامية ففي البداية احب ان اؤكد على امق العلاقات المتينة والوثيقة التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التي تحظى بدعم كبير من لدن سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملكة البلاد المعظم وشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله يوجد العديد من اوجه التعاون بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية على الصعيد الاقتصادي من اول هذه اوجه التعاون هي تأسيس المجلس التنسيقي التشاوري البحريني السعودي برئاسة سيدي سمو ولي العهد الامير سلمان بن حمد الخليفة وسمو ولي العهد السعودية الامير محمد بن سلمان الذي هو يؤكد المضي في تحقيق المزيد من التكامل والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والتنموي والامني وايضا وجود صندوق مخصص للاستثمار التي يعلن عنا قريبا من قبل الشقيقة الكبرى بقيمة خمسة مليار دولار وتوقيع أيضا الجمارك البحرينية مع الجمارك السعودية اتفاقية للتعاون الجمريكي لتسهيل انسياب الحركة البضاء والتبادل التجاري بين البلدين طبعا لا يسعني أن أذكر جميع أوجه التعاون ولكن أذكر بعض منها الأساسية فهو أيضا قيوم الصندوق السعودي للتنمية بتوقيع اتفاقية منحة تنموية بقيمة تقريبا مليار ريال سعودي لمدينة الملك عبدالله الطبية لتوفير الأجهزة الطبية وأحدث المعدات المستخدمة فأيضا في النهاية أحب أذكر تعاون أو مبادرة جدا ضرورية وهي قيام البحرين بتدشيل مركز المستثمر السعودي الذي يهدف إلى تسهيل وتسريع أجراءات المستثمرين السعوديين في مملكة البحرين لإنشاء أعمال التجارية أو الاستثمار في المملكة هناك العديد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين كيف تنظر إلى أو ما هي توقعاتك لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بنظر إلى المشاريع العملاقة والطموح الاقتصادي الكبير لمملكة البحرين شكرا أخوي أنا أتوقع أن أكبر تحدي نواجه اليوم هو تنويع مصادر الدخل في دول الخليج طبعا كما نرى المقابلة التي صارت مع سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على قناة فوكس نيوز مضامين هذه المقابلة كان لها رسالة للعالم كيف أن الخليج والدول العربية تمضي بثبات وبرؤية ثاقبة من ولي العهد السعودي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو تحقيق الاستدامة المالية فالتحدي هو نحن في الخليج الحمد لله من علينا بنعمة البترول ونحن علينا اليوم أن نستثمر الإرادات التي جئنا من البترول في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وزيادة الإرادات الغير نفطية في الدولة طبعا بفضل التعاون المستمر والجهود التي يقوم بها ولي عهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد بالتعاون مع أخي معالي الشيخ سلمان بخليفة وزير المالية طبعا نحن نسير على خطة ثابتة لتحقيق التوازن المالي في آخر 2024 وأيضا إلى التنمية الاقتصادية فنحن في الخليج المصير مشترك بين دول الخليج وهدفنا واحد ونسير كلنا بنفس الاتجاه وإن شاء الله نمو المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والبحرين يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد إلى نمو اقتصادي وإلى استدامة مالية نعم سعادة النائب حسن إبراهيم حسن عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب كنت معنا شكرا جزيلا لك 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 شكرا جزيلا لك